أجاوبة على التنفيذ القانون سام الراء أساسا تشريعا الموجود أكو أدت قوانين ترى موجودة في مجلس النواب لا أبدا ما قصصها لدينار وعدد القوانين أقدر أن تيكيها أصلا وأنا ما أريد أذكرها يعني فتع عشر قوانين أقدر أقول لك وبها رصانة وبها متانة أكثر من هذا القانون لكن دورنا البارس في وجودنا في عملنا في اللجنة وإقناعنا للكتل السياسي والزبلائنا قصصنا مبلغ من خلال البابل وسام الراء آلية التنفيذ والقانون رسم أن يكون السيد رئيس الجامعة رئيس اللجنة التنفيذية وأطرافها أعضاء آخرين بدأوا بالعمل للأخوان وقدموا المشاريع لوزارة رجعنا قدموا لوزارة التخطيط التخطيط قال يسيطر عليها طرف سياسي وطرف محدد يعني بشكل واضح يعني معروف الحزب الإسلامي يسيطر عليها وموجود نائب بن سامر يتحكم بها وقال هو قال بلقاتي زوني أنه أنا كنا أنه التأثير على وزارة التخطيط هو يقول مو أنا أقول فأكو تأثير كان بهاي الجزئية وتداكلات مع ذلك مو هاي القضية هي يعني حتى واحد يكون منصف ويكون يعني عنده مرؤة بالحديث مو المشكلة كانت إهلانة صارت مشاريع وندرجت مشاريع وكان أكو نوع من التنسيق ببعض الأشياء حتى يكون كلش دقيق وصريع وأكون منصف وعدي برا الخلل مو هنا هنا الخلل بآلية من جينب التفاصيل اللي يشتغلون صارك وضغط على الرئيس اللجنة والآخرين بعدم الإحالات حتى ميصر الإنجاز يحسب لي مثنى هاي هذا العقل التصرف مع الأسف الغير منطقي يعني هسا أترك المحافظة كلها والمدينة كلها أسألتني إجابك بصدق زي وهذه الناس تسمعنا ورح تشوف هذا الكلام فعملنا أن المشاريع طبعا أنا بدوري رقابة تشريعية أنا ممسؤول عن التوقيع العقود والتفية أستاذ ليث يعني أرجو المواطنين أن يركز بقضية أنا نائب دوري باللجنة رئيس اللجنة ومعي أعضاء ستة ونتخذ القرار وهناك من يدعي أنه عضو باللجنة هو مو عضو باللجنة من يقول أنا عضو باللجنة سامرة أتحدى حضر اجتماع واحد أتحدى ذا حضر للجنة هو مو عضو باللجنة صدر أمره رفضناه باللجنة رفضوا اللجنة ما قبل أن ينضاف باللجنة إلا أنا مصوت عليها وأكو ممثلة إلهم موجودة من حزبهم ومن مدينتنا موجودة باللجنة وحاضر كل الاجتماعات فما هو ممثل باللجنة أصلا إضافة إحنا كملنا كل مامونات تابعنا للجهة المعنية واللجنة واجتماعنا ميران تكرارنا وتخصصت المبالغ وتحولت صارت مشكلة عندهم فتح الحساب أكو تعارص صار به قانون الإدارة المالية ونهاية إحنا شرعناها سنة 2011 ووزارة المالية رفضت أن تفتح حساب واللجنة مقبل تتوقع كانت أطراف سياسية تعمل على الضغط على اللجنة التنفيذية بالمواقع التواصل الاجتماعي وكذا أنه هاي المشاريع أدت هاي الأشياء لأقول لك إياها أثرت على اللجنة بعدم التوقيع وتوجيد دعوات وهذا قرار يعود للجنة مو إليا أقصد اللجنة التنفيذية إحنا كلجنة دعيناهم قلنا للمجراءاتكم سليمة لكنهم مقبلوا يوقعون أنا مو ما عدنا سيف على رقاب الآخرين إحنا هذا قرار يعود لهم بالأخير ومن مفطرهم أنه للسيد رئيس الجامعة قدر ويقول لك هذا اقتصاصي جامعة أكادي بي مو شغلتي مشاريع ومو مشاريع ولا السيد القائم مقام اللي هو انطيناه الصلاحيات من الأمانة العامة اللي مجلسة الوزراء واكتبت أنه يخولوا بالصلاحيات وخولوا هم ما قدروا عدة مشاكل أولا أرض ما موجودة ومشاكل تصميم الأساسي والمدينة بخطأ سنة 2012 وهي مشاكل معقدة موجودة تداكل المشاريع اللي موجودة بين المحافظة وبينهم وكانت المحافظة تعمل ضدنا بشكل واضح هناك صراع على التخصيصات والمبالغ هذا اللي نستحوذ بالقرار هذا كذا من مفطرهم أن يقدمون مقترح أنه وصار أكثر من الاجتماع أن يكون السيد رئيس النجنة المحافظة هذا مو قرارنا نتخطى أن نخل المحافظة أرض ما يخصص لك المحافظة هو يما الصلاح يتخصص للأرض مبالغ ما يقبل يطيك الـ 15% من تنمية الأقالية ما يحولها من تجي العسابة دخلنا في صراع أنه وبيل المحافظة فقلنا يابا وجدوننا حل صار الرأي أن يكون السيد المحافظ رئيس اللجنة زي من يدعي أنه والله رئيس الجامعة ومن أبناء سامره من صار القانون شاركونا موسى الجمهوري وموجود بمومن سامره الرجل يعني ما احترامنا أنه أي يوم باشل سيد وزير التعليم يبدل رئيس الجامعة شنه يعني؟ بالعكس اليوم الموجودين كلهم من أبناء مدينة سامره باللجنة فالآخرين يصورون الأشياء بطريقة غير صحيحة مع ذلك عدلنا القانون خلينا صندوق ما يلتزموا بموازنة خلينا تقسس الأراضي خلينا التبرعات خلينا مبلغ الملوي الرسوم القديمة اللي كانت قبل 2003 تناقل بها خلينا صلاحيات لللجنة تعمل بها ورسمنا نظام داخلي تعرف أنت مجلس الدولة قد يكمل النظام الداخلي؟ جيد سنة ما كملة ونحن نتابعه؟ تدري نودي الكتاب واجتماع يصير والأمانة العامة تشكل لجنة ويروح يقول مما شوروا لقاع العراقية هو أصلا خلصان والقانون المقار في مجلس النواب من تاريخ إقرانه؟ أكو تداكلات معقدة مما افطرنا نشتغل على التصميم الأساسي وهذا مدهر لموعملنا سنة ونصف نعمل إحنا على التصميم الأساسي لمدينة سامر راق اللي هو مقارسة 2012 من شركة وهمية وموقعين عقدة لا اكو تصميم الأساسي للمدينة يقرر ويتقرر الحكومة العراقية والشركة الموقع عقدة شركة وهمية حال شون يصير هاي؟ لا اكو توسع لا اكو طرق لا اكو أشياء موجودة شون تبني شون تشتغل؟ والحكومة اللي وقعت مع شركة؟ طب محافظة والحكومة كلها قارتة وزارة العمار رسكان وزارة العمار رسكان وزارة العمار زراء واجبنا إحنا خدنا موافقات صار لنا سنة ونصف نعمل على الموافقات الأصولية وستحصلنا عليها الحمد لله طبعا تداخل آخر أيضا من تجي التصميم هل المدينة القديمة وياه لو مو ياها؟ هذا تعقيد ليس سهل أستاذ ليث يعني الكلام والحكي الآخرين بطريقة احنا عملنا جاهدين وكل أبناء سامراء وصلاح الدين يعرفون يعرفون من الجايد يستعان المصالح الشخصية من الجايد يغتني على المال العام من الجايد أصلا شنو وضعه كان سابقا وشنو احنا بالنسبة عندنا هدف أساسي؟ بناء مدينتنا ومحافظتنا وأن نكون طرف فاعل في إعمار هذه المدن وتقول لي شنو راح نقدمه بالقادم القادم سنعمل طرف سياسي فاعل إن شاء الله في بغداد نأخذ حقوق محافظة صلاح الدين بالتمثيل الحقيقي الفاعل اللي موجودة إنه يكون في بغداد وينعكس على مجالس المحافظات بالتحالفات مع ابناء محافظة صلاح الدين آخرين من الدوار الأخرى ونبني حلف يخدم المواطن بشكل واضح وصريح المشاكل الموجودة سوء الإدارة الموجودة والأطراف الموجودة كانت لا ترتقي لمستوى إدارة ملف بشكل واضح وصريح ترجمة نانسي قنقر